عاجل وبالفيديو زوجة الفنان أنسي البازد تخرج عن صمتها في أول تصريح إعلامي لها وتتهم زوجها في قضية وفاة ابنتهم وتطالب باعتقاله وسط صدمة الجميع أعلنت مصادر فنية وعربية يوم الأمس الثلاثاء عن وفاة ابنة الفنان أنسي الباز الممثل المغربي الشاب التي رزق بها قبل نحو ثلاثة شهور بعد سنوات من الزواج وأكدت المصادر الفنية في تصريح صحفي أن سبب وفاة ابنة أنسي الباز الفنان المغربي جاء نتيجة أزمة قلبية مفاجئة تعرضت لها أثناء وجودها داخل منزل والدها في الرباط ونعى فنانون ونشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي الرضيعة دينا بنت الممثل أنسي الباز التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى فجأة جراء السكتة القلبية التي أصابتها قبل قليل وكان الفنان أنسي الباز قد أعلن في شهر سبتمبر المنصرم عن ولادة ابنته الجديدة دينا حيث طلق عشرات التهاني بمناسبة أن رزقه الله تعالى بالمولودة في ذلك الوقت وأجرى الممثل الباز آنذاك جلسة تصوير برفقة زوجته الأندونيسية سارة وابنته دينا فيما تداولت المواقع الفنية والإخبارية الصور التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي حينها ولقد خرجت زوجته أم الطفلة صباح اليوم في أول تصريح إعلامي تتهم فيه زوجها على أنه سبب وفاة ابنتهما وتطالب باعتقاله حيث حسب ما صرحت أنه أهمل ابنته ولم يكن يهتم بها وحتى عندما مرضت لم يأخذها للمستشفى بسرعة بحجة أن لديه أعمال يقوم بها لكن لحدود الساعة لم يتم تأكيد صحة هذا الخطاب ومن المحتمل أن يكون مجرد إشاعة ترجمة نانسي قنقر